تعال يا حباب قلبا ما نعمل فرحة الكنتاكي الجميلة دي حاجة كده اللهم مبارك حاجة فخر من الاخر حاجة تحفة وطعمها جميل جدا بصوا بياطها بصوا جميلة انا مسال قتاش انا محمرها بس بعد الكوارس اللي بانا بنسمحها عن المطاعم لازم نعمل كل حاجة في البيت حاجة نضيفة لعيالنا وحاجة مغزية ما نشيش اكل منبرة تاني هنا انا كان عندي ايه تلتة وراك اسمتهم هم عايزين ياكلوا كنتاكي فهتصرفوا تعملوا انضف حاجة في البيت هنا دقيت هنا الدبابيس زي ما انشايف فتحتها كده روح تجيها دق هنا الدبابيس كلها وبقيت الدبوسة بتاعت الورك واحتجها برضو فردها كده طبعا انت بتغسليهم الاول وبتعملهم محلول النقع لامون وملح والدقيق ومعلقتين خل وجنزبيل بتنقعهم كلك قيمت شوية كده وتتجيها غسلهم شرفة حلو عشان ما تبقاش شحة زفارة هنا كان عندي ديه اسمت ونصين حطيت التوابل بتاعت ملح فلفل بقاتون بودر بصل بودر هنا بقى بحط اللوم ما صلى على النبي معلقتين فيجيطار وهنا حطيت معلقتين فيجيطار هنا جبت بضايا لما عندي الزبادي فانا هعمل باللبن وحطيت فلفل سود وحطيت هنا الخلطة بتاعت الايه؟ الفراخ الكني هنا ما كانش عندي الزبادي رحت جاعة ايه؟ كان عندي كباية من اللبن قلبت كله كده في قلبه بعضه وهنقع بقى الفراخ فيها اميت ايه نسي ساعة كده او ساعة على حسب ما انت عايز عايز تبايتها من بليل الصبح هتديك جمالي وتراوة جميلة جدا حطيت هنا معلقة خل عشان رحت الزفارة هي ما فيهاش الزفارة طبعا انا من الضفارة مخليها زي الاشتر ما فيهاش الزفارة خالص بس الخل برضو احتياتي احنا مش هنسلوها احنا هنحمرها بس هنا بقى سبتها في التدبيلع عبما شوفها هيعمل ايه؟ هقلبها في قلبه بعضها كلها هنا بقى جبت البولة اللي كان فيها الدي بايت الدي اللي احنا خلطناه حطيت 3 معلق من النشا حطيت ملح الفلفل تاني هقلبت كله في قلبه بعضه وهقب من هنا هحط هنا والزيت على النار الزيت بقى شغال على النار بص الله مبارك طعمها جميل جدا يا جماعة تحفة ولا تشير اكل من برة من موضوع البورس اللي احنا شفنا ده بقى الواحد بقرف يجيب اي حاجة مبارك هنا كان الزيت قادح قوي وبعدين بقى وطت على النار بص الله مبارك طعمها جميل جدا بص الله مبارك طعمها تحفة جربوا الطريقة دي بجد حاجة بسيطة وسهلة مش هتكلفك بص الله مبارك وبص بيضة وزاي القشطة زي من جوه جميلة جدا وطعمها جميل جدا انت تعملها لعالك تفرج على جمالها ومش هيخلوك تقولي لغير كلهم يعملها لنا يعملها لنا سهلة وبسيطة وبإمكانيات سهلة خالص في البيت بص الله مبارك حاجة كده جميلة جدا اتمنى تشاركوا في القناة عشان شوفوا كل جديد بص الله مبارك لايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد ترجمة نانسي قنقر